السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجي أقول لك على خمس دعوات لو أنت حفظ عليهم في حياتك نلت خيراء الدنيا والآخرة وأنا عايز أقول لك أن الدعوات دي ادعى بها السادة الأكابر وربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن الكريم الصحابة رضوان الله عليه من لما كانوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى المأني بهذا الدعاء هو أنت وأنا لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان الصحابة وعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا وما يضرنا وعلى فكرة الدعوات دي سهلة جدا ويسيرة ولو انت بحثت عن فضلهم هتلاقي ان لهم فضل عظيم جدا لان الدعوات اللي انا حولها لك دي هي عبارة عن خمس آيات وردوا في اكتاب ربنا سبحانه وتعالى كل السادة دعوا بيهم فنالوا خيرات لا تعد ولا تحصى اياك انك انت عمي سبحان الله تتبع كلام من يقولك هو ورد فين الادعية دي والادعية دي غير توقفية الادعية دي المتبع ليها سيجد ان الصحابة رضوان الله عليهم دعوا الله عز وجل بيها وربنا سبحانه وتعالى امر النبي ان يخلي العباد يدعو بيها فعندك مثلا الاية الاولى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا الى الله راغبون كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع الصدقات على اصحابه في المدينة في بعض الصحابة كانوا بيخدوا من الصدقات دي والبعض الاخر كان بيحرم منها والبعض الاخر بيجد ان اللي خدوا أليل أو يعني سبحان الله أن خد كمية أليلة فيجي يعني سبحان الله يقع في نفسه شيء فيجي ربنا سبحانه وتعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء العباد لو أردوا إن ربنا سبحانه وتعالى يغنيهم ولو أردوا إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم بركات من السماء والأرض وتأتيهم الخيرات وتأتيهم الأرزاق يقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله يراغبون إلي جعلك أو يحرمك أنك أنت تعملها في أسكار الصباح والمساء والله يتكلم عنها كثير جدا من المشايخ والعلماء ومدحوا في الدعاء بهذه الآية حسبنا الله أنت لما بتفوض أمورك كلها لله جل وعلا في الحياة فكأنك بتقوله يا رب أنا وكلتك كل أموري يا رب أنا لا حول لي ولا قوة يا رب أنت رجاي فأنت حزبي ونعم الوكيل ويا رب أنا وافق كل الثقة أنك أنت حتيتيني من فضلك ففضل الله عز وجل واسع قد يؤتيك الله عز وجل الزوجة الصالحة قد يرزوكك الله عز وجل بالولد الصالح قد يكرمك ربنا سبحانه وتعالى بخيرات تملأ السماوات والأرض فعلي منعك أنك أنت تصدع بهذه الآية في كل صباح ومساء وابحث عن فضله يا سيدي وعايزك أنك أنت تتبع المشايخ اللي تكلمه بفضله وشوف فضله عظيم جدا فاجعلها واردريك في الصباح والمساء وسترى العجب خلال أيام معدودة بإذن رب العالمين من فضل الله الواسع أو كرم الله عز وجل لك دي الآية الأولى تعالوا بقى للآية الثانية أنت محروم من الزوجة وعايز أن ربنا سبحانه وتعالى يكلمك بزوجة صالحة الزوجة دي تتملأ عليها حياتك وتكون أنك أنت سعيد بهذه الزوجة الصالحة كل واحد فينا بيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يهب له زوجة تكون كرة عين لي وكذلك أنت عايز أن زوج يكون كرة عين لك ياخد بإيدك كده وسبحان الله تكون الحياة بتاعتكم حياة طيبة فياخد بإيدك للجنة إياكل لنا بقى أسوة حسنة مين في موسى بن عمران موسى بن عمران تربى في قصر فرعون تلاتين سنة تصور أن تلاتين سنة يعني سبحان الله عايش في قصر فرعون لم ينظر لأي امرأة ولم يشتهي أي امرأة وظل أعزب تلاتين سنة وخرج وججال يعني سبحان الله لما رحمد ين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا رب أنا فقير يعني سبحان الله محتك فضلك محتك خيرك فيجي ربنا سبحانه وتعالى يبعث لي وهو مقطوع الدنيا به يعني أنت عمرك ما حتكون زيه في اللحظة دي لماء ولا مال ولا طعام ولا مأوى ولا بيت ولا سكن علي جريمة أتلف أفار يعني سبحان الله قوم فرعون وجنوده بيطلبوا موسى فخايف ومرعوبه على الرغم من كل ذلك يدعي بالدعوة دي فهل انت حالك دلوقتي هو نفس حال موسى بن عمران وقت الدعوة دي عليه الصلاة والسلام بالطبع لا فتصور هناك بيقولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ردتها يا أخيتي الصباح والمساء ردتها بنيت أن ربنا سبحانه وتعالى كلمة بالزوجة الصالح إيه اللي منعك أنك أنت تدعي أن أنا عايز زوجة صالحة وتدعي بالدعوة ديت صدقني أنت حتبصت لي في فترة قليلة جدا أنك أنت متزوج الدعوة الثالثة بقى يا ردت كل الإخوة والأخيتي اللي بيسمعوني يخلوا الدعوات ديت على صفحتهم يا سيدي بلاش أنك أنت يعني سبحان الله تشير المقطع بس خلى على صفحتك بس ندوس لايك عشان المقطع ده يوصل لأكبر قدر من الأشخاص ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى بي هذه الدعوات الدعوة الثالثة ربي إني مغلوب فانتصر أنت تعرف الدعوة دي معناها إيه؟ معناها أن كل إنسان يعني سبحان الله ظلم في الحياة ديت وكل إنسان يعني سبحان الله تنكست أموره وتعبت أموره وخلاص فيه مشاكل كتيرة جدا وأهله يعني سبحان الله مكتنفين عليه وطردوه زي سيدنا نوح بالزبط كانوا بيدربوه لحد ما يدموه تتقطر يعني الدم كان بيتقطر من رجليه وبيتقطر من إيديه من كل ما كان في جسمه كانوا بيئذوه أذى لا يعلم به سوى الله جل وعلا وعلى الرغم من ذلك تعرف فيه الدعوة اللي كان بيردتها يعني سبحان الله نوح ربي إني مغلوب فانتصر فشوف الإجابة كانت ففتحنا أبواب السماء بماء منامر الدعوة الرابعة اللي موجودة معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقينا عذاب النار بيحرص في كل صلاة أن الدعوة دي تيردتها خلف التحيات أنت إيه اللي يمنعك أنك أنت تردد الدعوة دي وانت بتقول التحيات خلصت التحيات اللهم أتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قليني أن الحسنة هي يعني سبحان الله الزوجة الصالحة وحسنة الآخرة يعني سبحان الله هي الجنة وقليني أن الحسنة هي أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تعيش حياة طيبة ما فيهاش كربات ما فيهاش فتن ما فيهاش محن في القرآن الكريم الدعوة الخمسة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرات اعين واجعلنا للمتقين اماما عارف يعني كرات اعين قولك كرة العين دي لما الواحد يعني سبحان الله شفت كده يبا سعادة حاجة كده بتنظل لها ينشرح صدرك في بعض الاشخاص يقول لك انا مجرد ما روح البيت باعي زلم نفسي من الشباك ليه لان بشوف زوجتي لو يبوزها 24 ساعة ولا اولاد ما بيعملونيش كويس ولا اولاد كذا ولا اولاد كذا ايه اللي منعك انك انت تدعي بالدعوة دي اللهم هب لي من ازواجي او من زوجتي واولادي وذريتي كرة اعين يا رب اللهم هب لي من ازواجنا وذريتنا كرة اعين يا رب اجعل زوجتي كرة عيني اجعل اولادي كرة عيني هل هذه الدعوات صعبة يا شباب اصل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى اجعلها في مزان حسنتكم انا عايزكم تجعلوها على صفحاتكم الشخصية وتنشروا الدعوات ديت ولو تكتبوها حتى وتذكروا بها غيركم فالعل ان في واحد يدعي فتدل على خيرك فعلي اصل الله ان يتقبل منه ومنكم صالح العمال دمتم في يدي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته